الجيل زيد ضحية جديدة من ضحايا جائحة كورونا إذ كشفت دراسة استقصائية حديثة أن 42% من شباب جيل زيد أو جيل ما بعد الألفية يعانون مشكلات نفسية وتم تحديد نسبة كبيرة من تلك المشكلات أثناء جائحة كوفيد-19 ويسلط الاستطلاع الضوء على نسبة مذهلة من البالغين الذين تم تشخيص إصابتهم بالقلق والاكتئاب والطراب نقص الانتباه وفرط النشاط أو اضطراب ما بعد الصدمة أثناء الجائحة وفي هذا الصياق يقول ثلاثة أرباع المستطلعين على سبيل المثال وجميعهم دون سن الخامسة والعشرين عاما إن الوباء أثر سلبا على صحتهم العقلية وأشار الكثيرون إلى الشعور بالوحدة وعدم اليقين بشأن المستقبل وأفادت النتائج أن واحدا من كل خمسة بالغين يراجعون معالجا نفسيا وأما ما نسبته 57% منهم فيتناولون أدوية بطريقة منتظمة وقال 66% من المشاركين في الاستطلاع من جيل زيد إنهم لا يشعرون بالاستقرار المالي ونصفهم لا يشعرون بالاستعداد للانضمام إلى القوى العاملة أو الميل لأن يكونوا منتجين أساسا ترجمة نانسي قنقر